مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله إليكم ملخص لأحوال الجوية المتوقعة نتوقع أن يطرأ ارتفاع ملموس وكبير على درجات الحرارة يوم الأحد هناك رياح نشطة أيضا وأجواء مغبرة حارة جافة مغبرة ولكن يوم الاثنين إن شاء الله انخفاض حاد وكبير على درجات الحرارة مشاهدينا فاصل ونواصل النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك معه حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المناصير للزيوت والمحروقات قهوة الغزالين قهوة سريعة التحضير تمويلكم شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن شاي الغزالين جيل بعد جيل نفس الطعام الأصيل سيتي مول المهنية للاستثمارات العقارية وتصبح الأجواء حارة وجافة ومغبرة لكن إن شاء الله اعتبارا من صباح يوم الاثنين تبدأ هناك كتلة هوائية هذا اللون الأصفر أو الأصفر تقريبا مخضر ذات درجات حرارة أقل ورطوبة أعلى ستبدأ هذه الكتلة بالتأثير على المملكة إن شاء الله اعتبارا من الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين وبالتالي تنتشر وتشمل كافة مناطق المملكة تدريجيا وبالتالي يوم الاثنين هناك انخفاض كبير وملموس على درجات الحرارة حيث يوم الاثنين تسيطر الكتلة الهوائية ذات درجات الحرارة الأبرد والرطوبة الأعلى هذا اللون الأصفر واللون الأخضر يمثل أيضا درجات حرارة أبرد حتى من اللون الأصفر أما اللون الأحمر يمثل درجات الحرارة الأعلى والكتلة الهوائية الحارة التي تؤثر على المملكة يوم الأحد إذن يوم الاثنين هناك انخفاض كبير وملموس على درجات الحرارة أيضا بالنسبة للرياح الرياح راح تكون نشطة شرق جنوبية إلى جنوبية شرقية وجنوبية غربية نشطة السرعة مع حبات قوية أحيانا وتكون مثيرة الغبار والأتربي وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أما الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة هذه الليلة تميل الأجواء إلى البرودة نسبيا وأيضا بتكون درجة الحرارة الصغرى بحدود 12 درجة مئوية أما الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة يوم غد الأحد أجواء حارة جافة مغبرة حيث تسود الأحوال الجوية الخماسينية ومن ميزات الأحوال الجوية الخماسينية بتكون الأجواء حارة جافة مغبرة درجات الحرارة أعلى من معدلاتها على الأقل ما بين 12 إلى 14 درجة مئوية معدل عظمى في مدينة عمان في مثل هذا الوقت من السنة هو 16 درجة مئوية لكن غدا نتوقع العظمى أن تكون ما بين 26 إلى 29 درجة مئوية في عمان مع أجواء مغبرة والصغرى راح تكون بحدود 10 درجات مئوية يوم الاثنين انخفاض كبير وملموس على درجات الحرارة تعود درجات الحرارة لتكون حول معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة أجواء ما بين مشمسي وغائمة جزئيا والعظمى المتوقعة في عمان 16 لكن الأجواء أثناء الليل باردة نسبيا والصغرى 7 درجات مئوية أيضا الثلاثة درجات الحرارة حول معدلاتها أجواء ما بين مشمسة وغائمة جزئيا الحرارة العظمى 16 لكن الأجواء أثناء الليل باردة نسبيا والصغرى المتوقعة بحدود 8 درجات مئوية أما الأحوال الجوية المتوقعة وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى في الأماكن المختلفة والمدن المختلفة من المملكة نبدأ في المناطق الشمالية مناطق الشمالية أجواء حارة جافة مغبرة إربط 29-14 عجلون 27-12 جرش 30-13 والمفرق 29 إلى 14 درجة مئوية لكن زي ما حكيت تبدأ درجات الحرارة إن شاء الله بالانخفاض ليلة الأحد على الاثنين بالليل لكن الانخفاض بيكون تدريجي والمنطقة الوسطى أيضا أجواء حارة جافة مغبرة حيث زي ما حكيت تسود الأحوال الخماسينية البلقاء 26-10 عمان 26-10 مأدبة 27-11 منطقة البحر الميت 33-34 العظمى أجواء حارة نسبيا ومغبرة أيضا والصغرى 18 درجة الزرقاء 30 إلى 14 درجة مئوية المنطقة الجنوبية أيضا أجواء مغبرة الكرك 28-12 الطفيل 27-11 الشراء 25-8 ومعان 28-14 والعقب أجواء حارة ومغبرة والعظمى 36 والصغرى 17 درجة مئوية أما المنطقة الشرقية أيضا أجواء مغبرة حارة في النهار وأيضا وجافة ومغبرة ولكنها في الليل بتكون تميل إلى البرود قليلا حيث ليلة الأحد على الأثنين تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي الزرقاء الأزرق 32-17 والصفاوي 31-18 والرويشد 31 إلى 16 درجة مئوية مشاهدينا شكرا للمتابعة نترككم في أمان الله النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده CFI المناصير للزيوت والمحروقات قهوة الغزالين قهوة سريعة التحضير تمويلكم شهي الغزالين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل سيتي مول المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مختبرات ميد لابز 57 فرعا في المملكة لخدمتكم المترجمات لك من المترجمات لك وشركة المترجمات لك وشركة المترجمات لك